تكون أيضاً انطلاقة جديدة تضاف للنجاح الكبير في بداية الموسم بالفوز المهم جداً على المنافس التقليدي في مباراة قطبا الكرة المصرية ومباراة القمة السابقة في دوري السوبر أو مباراة السوبر المصرية اللقب اللحقة والنادي الأهلي في بداية هذا الموسم بالفوز على الزمالك 3-2 خلونا نتوقف مع حضراتكم شوية في ملاحظات مهمة أو عدد من النقاط المرتبطة بمباراة الأهلي والزمالك في السوبر عفواً أعتقد أنه في حاجات كتيرة جداً حققناها من هذه المباراة مش بس الفوز على الزمالك ودايماً بيبقى مباراة لها طعم خاص أو بطولة خاصة ولها اهتمام وبعد جماهيري وإعلامي كبير جداً وبتبقى في ذاكرة جماهير الكرة المصرية دايماً مباراة الأهلي والزمالك في كل البطولات المحلية والدولية الفوز على الزمالك دايماً بيبقى فوز مهم ولو حساباته أيضاً تحقيق لقب كأس السوبر المصري وتكليل جهود أفضل فريق بالأرقام بعد الفوز ببطولة الدوري وكأس السوبر المصري بيضع النادي الأهلي في مقدمة الأندية المصرية مع الموسم المنتهي أو المنقدي بيكون هو في صدارة هذه الأندية وصاحب أكبر رصيد من البطولات بين الأندية المصرية كلها في الموسم المنتهي لكن في نقاط أخرى بخلاف الفوز أعتقد أنه في إجماع في الأراء أن ريني فيلر قدم نفسه بشكل بيعطي وبيمنع تفاقل وثقة كبيرة جداً لجماهير النادي الأهلي في الفترة الجاية لأنه أدار هذه المباراة بشكل أكثر من رائع طبعاً مش هنتكلم عن الفترة الجزء الأخير من المباراة اللي رجع فيه بنسبة نادي الزمالك أو شارك وبادل نادي الأهلي الهجوم وأحرز هدفين واكتهت في هذا الجزء من المباراة لكن ده كان مبني على حسابات طبعاً طارئة ومفاجأة بالنسبة للجهاز الفني للأهلي بعد فقد أكثر من نجم من نجومه وإصابة الاتنين المساكين اللي كانوا أدأهم مميز جداً في هذا اللقاء سواء كنا نتكلم عن ياسر إبراهيم أو محمود متولي وده أكيد بيربك حسابات الأجهزة الفنية وبيتعاملوا معه بشكل طارئ لأنه بيعمل تكليفات جديدة أو تغيير فيه التشكيل داخل الملعب ومراكز اللاعبين وهو ما استطاع النادي الأهلي بقيادة فيلر أن يحققه بالفعل وأن يخرج فائزاً بأهدى اللقاء لكن على مدار 60 دقيقة على الأقل الشوط الأول بأكمله والربع ساعة الأولى من الشوط الثاني كانت الغلبة للنادي الأهلي وكان الهجوم توفان هجومي في اتجاه مرمى نادي الزمالك أعتقد كمان تسجيل المباراة موجود حسابات الفرص كثيرة جداً تألق النادي الأهلي وإحرازه في 60 دقيقة خلال 60 دقيقة الثلاث أهداف فضلاً عن فرص كثيرة جداً كانت شبه أهداف يمكن أو حقاقة كانت ممكن تزود رصيد النادي الأهلي وتحسم هذه المباراة بعدد أكبر من الأهداف وبشكل غير مسبوك في تاريخ لقاءات الفريقين فيلر عمل حاجة فنياً مميزة جداً في اللقاء كان في حسابات عند الجماهير قبل المباراة أنه الزمالك فعلاً وده واقعاً وبيمتلك أيضاً مجموعة مميزة من اللاعبين كان ممكن تبقى المباراة أكثر صعوبة لأنه الناس طبعاً بتعمل حسابات لمهارات اللاعبين عند الزمالك أكثر من لعب مهاري أكثر من لعب عنده قدرات الدريبلينج أو المراوغة والتحكم في الكورة وده كان ممكن يعمل حسابات صعبة لنادي أي في هذه المباراة وهو ما جعل فيلر يفكر فيه كيفية إيقاف خطورة خط وسط وخط هجوم الزمالك واعتمد على تشكيل غير تقليدي دفع بأربع لعبين من نجوم الأهلي أصحاب المهارات الخاصة جداً واعتمد على أجائي هو من أصحاب المهارات سواء في مركز راس الحرب الصريح أو لعب الوسط المهاجم أو البلايميكر وصنع الألعاب قدر يضغط بوجود أربع لعبين من الدريبلرز في النادي الأهلي اللاعبين لعندهم قدرات المهارة العالية والمروغة أجائي ومعه مجدي أفشا كصنع ألعاب صريح في الملعب ومعه محسين الشحات ورمضان صبحي بهذا الرباعي امتلك الأهلي زمام المبادرة في المباراة واستطاع السيطرة على منطقة الجزاء أو نصف ملعب المنافس واستطاع أن يكون قريب جداً بخلاف الأهداف من أيضاً من أنه يكون بيهدد مرمى الزمالك طول الوقت خلال فترة الشوط الأول مكتملة وأيضاً خلال الفترة الأولى أو ربع ساعة الأولى من الشوط الثاني أعتقد أن ده في إجماع في الأراء على أن الأداء ده من فيلر وجهازه المعاون كان مرضي جداً للجماهير وخلى الغلبة والسيطرة للنادي الأهلي في أغلب فترات اللقاء وده اللي أدى لحسم المباراة بالثلاث أهداف حتى قبل رجوع الزمالك وعودته بإحرازه هدفين من ضربتين جزاء كمان الصفقات الجديدة أعتقد أنها إدت العلامة الكاملة لمجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة التطوير والكابتن محمود الخطيب بوصفه المشرف العام على كرة القدم وحضوره ومشاركته في صناعة القرارات أو الرؤية المستقبلية لكرة القدم في النادي الأهلي والفترة اللي فاتت اللي شهدت التعاخد مع أكتر من عنصر مميز خلال فترتها الانتقالات الشتوية والصيفية الدليل على ده شفناه في المباراة دي من خلال وجود 50% من تشكيل الفريق بعد طبعا عدم احتساب حارس المرمى نحن نتكلم عن عشر لاعبين خمسة منهم كانوا من الصفقات الجديدة وده بيؤكد دقة الاختيار والتقييم من القائمين على الأمور الفنية في النادي الأهلي حسين الشحات مجدي أفشا ياسر إبراهيم حمدي فتحي محمود متولي خمسة كانوا في التشكيل اللي بيبدأ المباراة وده من فترة طويلة جدا ما شفناش أن النادي الأهلي بيدخل في تشكيله الأساسي خمسة من اللاعبين الجدد اللي تم التعاقد معهم على فترات قريبة جدا ده معناه أن الاختيارات جيدة جدا بتنافس اللاعبين الموجودين وتتفوق في بعض الأحيان فرض نفسه هذا الخماسي على التشكيل وأعتقد أنه كان مؤثر جدا وكل واحد منهم يستحق أن احنا نتكلم عنه لأن أداءه في مركزه كان أكثر من رائع أعتقد أن ده بيقول أن سياسات اختيار اللاعبين والتعاقد مع اللاعبين ماشي بشكل دقيق وجيد جدا في النادي الأهلي وإن شاء الله الإضافات القادمة كمان تكون أكثر وأفضل بإذن الله أحمد فتحي الحقيقة أنا كواحد من جماهير النادي الأهلي لما بحكر في أحمد فتحي بالحسابات الكلاسيكية العادية ممكن في وقت من الوقت أفكر أن اللاعب أوشك على الاعتزال أو نسنه قرب من مرحلة الاعتزال أحمد فتحي بيه فاجئنا كل فترة بأنه أولا هو كان سوبرستار المبارادي على مستوى أداء اللاعبين والنجوم في الفريقين وكان أداءه ليس فنيا فقط ليس بالخبرة فقط بدنيا كمان كان من أفضل العناصر إن لم يكن أفضل على الإطلاق دفاعا وهجوما في الملعب كان قائد للفريق بكل معنى الكلمة أداءه لعب عنده شخصية وروح النادي الأهلي في الأداء كان بيقود زملائه بيلعب بنفس الجدية من بداية المباراة لنهايتها يجيد أيضا عندما يتم تغيير مركزه لأمر طارق في الملعب ويتم تتم الاستعانة بيه أو الدفع بيه في مركز المساك أعتقد أنه بيأدي بنفس درجة إيجادته في البكرايت أو الظاهير الأيمن أحمد فتحي بيتفوق على الحسابات المنطقية والتقليدية وبيفرد نفسه على التشكيل الأساسي ويستحق وبيقول للناس أن عنده الكثير والكثير لتقديمه إن شاء الله في الفترة الجاية وأعتقد كمان كل الجماهير أعتقد جماهير الناديين مش نادي الأهلي بس بتشوف أن أحمد فتحي كان نجم نجوم هذا اللقاء أو أدى بأفضل شكل ممكن في هذه المباراة كمان رجوع لعب خد وقت شوية في بداية انطلاقته مع النادي الأهلي لكن كنا على ثقة في إمكاناته التعاقد معاه كان أيضا قرار سليم جدا من النادي الأهلي لأنه لعب صاحب قدرات خاصة وتألق في هذه المباراة هو نجم حسين الشحات وفي الفترة الجاية واضح أنه هيكون بإذن الله من اللاعبين والعناصر المؤثرة جدا في أداء ونتائج النادي الأهلي بشكل إيجابي في الفترة الجاية إن شاء الله مجدي أفشا كمان بيفرض نفسه بمهاراته الخاصة جدا على التشكيل الأساسي وبإذن الله أداءه هيتطور أكتر وحيرتفع مستوى في الفترة الجاية وياخد أكتر على أداء زملائه وعلى تشكيل الفريق وحالة الانسجام والتوب فورم اللي هيوصلوا لها مع بعض بقيادة فيلر بإذن الله أعتقد أنها ستقدم لنا قدرات مجدي أفشا بشكل أفضل وهو بالفعل أصبح من انطلاقته جيدة جدا مع الفريق وأصبح من العناصر المؤثرة وأدى مباراة أكثر من رائعة